في الوقت الذي كثرت فيه الأحاديث عن وجود حالة استياء داخل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بسبب عدم مشاركة وزراء الحزب في الوفد المرافق لرئيس حكومة إقليم كردستان خلال زيارته إلى بغداد لحل المشكلات العالقة بين المركز والإقليم يؤكد أعضاء الحزب أن موقفهم في مقاطعة نشاطات مجلس وزراء الإقليم ثابت لا يتغير وأن الوفد الحكومي لا يمثل جميع الأحزاب الكردية بقدر ما يمثل الحزب الديمقراطي الكردستاني أي وفد إلى بغداد لا يتواجد في الاتحاد الوطني الكردستاني لا يمثل جميع حكومة إقليم كردستان لا يمثل جميع إقليم كردستان سواء كانت جغرافية سياسية أو حتى عضوية الحكومة للالتحاد الذي هناك برئيس المجلس وزراء وسط الوزراء في مجلس الوزراء لذلك لا يعني ذلك بأنه ممثل الحكومة نحن نريد أن نكون هناك إعادة صراحة العمل بالاتفاقيات السابقة حتى نتمكن من أن يكون هناك وحدة في العمل في المقابل أرجع عضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني أسباب غياب وزراء الاتحاد الوطني على الوفد المرافق لرئيس حكومة الإقليم إلى نوع الزيارة التي قالوا إنها زيارة تقنية تعنى بملفات الاقتصاد والطاقة والتي هي بعيدة عن اختصاصات وزراء حزب الاتحاد في حكومة الإقليم على حد وصفهم ليس من الضرورة أن يشارك وزراء جميل أحزاف الوفد هذا الوفد وفد تقني يبحث مسائل خاصة مثلا وزير المالية هو ليس من حزب الديمقراطي الكردستاني ومن حركة تغيير وزير التخطيط ليس من حزب الديمقراطي الكردستاني فهذا الوفد تقني يبحث المسائل الفنية العالقة مع الحكومة الإتحادية وليس بالضرورة أن يكون ضمن الوفد يعني وزراء الاتحاد الوطني الكردستاني لأنه ليس لديهم اختصاصات التي يتعلق بزيارة الوفد وفي وقت سابق كشف حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عن تعليق مشاركته في جلسات مجلس وزراء الأقليم عقب تصاعد هدة الخلافات بينه وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني على ملفات عدة أبرزها قانون الانتخابات الخاصة في الأقليم وتوزيع المناصب فيما بينهما الاختلاف في تفسير خلو الوفد الكردي المفاوض في بغداد من ممثلي الاتحاد الوطني الكردستاني لم يغير من حقيقة أن خلافات الحزبين الرئيسيين لم تزل متواصلة وتلقي بتبعاتها ليس على العلاقة بينهما وحسب بل وعلى العلاقة مع المركز أيضا عيدل الجابر الحراء أربيل